علاقة إيران وحزب الله بأمريكا اللاتينية علاقة قديمة تعود لبدايات الثورة الإيرانية تصريحات للأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويسا الماكرو أعادت تواجدهم إلى الواجهة مجددا وعن أدوارهم وأهدافهم والأهم بداياتهم الماكرو قال إن ديكتاتوري أمريكا اللاتينية في القرن الحادي والعشرين أقام شراكات مع الإرهابيين وإن كل من إيران وحزب الله يشرفان على شبكات الجريمة المنظمة فيها تصريحات الماكرو تزامنت مع تقرير لصحيفة بانامبوست أكد على أن هناك أشخاص رئيسيين عملوا على تعزيز تواجد إيران وحزب الله في أمريكا اللاتينية من بينهم نائب مادورو طارق العسامي والجنرال الإيراني عارف ريشان خيمينيز على مدى سنوات التقرير أرجع بدايات تواجدهما إلى بداية الثورة الإيرانية لكن عام 2005 شكل نقطة تحول هام لهما إذ ساهم انضمام طهران وحزب الله إلى التحلف البوليفاري لأجل الشعب الذي توسع لاحقا في تغلغ لهما أكثر وفي عام 2017 التقرير إلى أن طهران عززت وجودها العسكري خصوصا في بوليفيا لتصبح شريكا استراتيجيا معها لاحقا أما في فينزولا فعززت وجودها العسكري بطرق غير تقليدية من خلال مهندسين تقنيين شكلوا جزءا من الصناعات العسكرية الإيرانية وبحسب التقرير فإن هدف إيران وجودها هناك تطويق الولايات المتحدة أما حزب الله فهو يعمل على تعميق علاقته مع مجموعات الجريمة ويزودهم بخدمات استخباراتية وتهريب المخدرات وغسل الأموال